برحب بك يا كابتن أسامة طبعاً برحب بك يا كابتن أسامة برحب بك دكتور أحمد الحقيقة ستوديو تحليلي موفق طبعاً لمرحلة الأهل دلوقتي فيما هو قادم إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق وفي المعسكر كمان النهاردة أكيد زي ما كابتن أسامة قال النهاردة ستوديو تحليلي هام جداً بداية مرحلة الحسم في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد مصر وأنجولا خلاص يعني يمكن أقل من ربع ساعة بتفصلنا عن بداية هذه المباراة اللي هتنطلق فيه تمام الساعة الخمسة والنصف هنتكلم طبعاً فيه كل تفاصيلها ولكن خليني أقولكو أن يمكن خلاص دور المجموعات في هذه البطولة تم الانتهاء منه بالعلامة الكاملة ومصر الحية قدرت أن هي يعني تفوز بخطة ثابتة سواء في المباراة الافتتاحية وضربة البداية أمام غينيا وبعد كده كونغو برازافيل ونهاية بمباراة طبعاً الكاميرن الحقيقة أن خلاص زي ما أنا قلت يمكن دي بداية الحسم لمنتخبنا الوطني طبعاً لكرة اليد الحقيقة أن نلعبتنا مرهنين على هذه البطولة أن هي تكون التالتة على التوالي خاصة أنه هي مباراة هامة جداً بتؤهل لأكثر من مرحلة هامة سواء أولمبيكس طبعاً أولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين وأيضاً بطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في عام عشرين خمسة وعشرين علشان كده هي مرحلة هامة جداً أكيد أكيد يعني كلنا مرهنين على منتخب مصر لكرة اليد إن هو يحسم هذه المرحلة وبعد كده طبعاً هيكون السيمي فاينل والفاينل الحقيقة أن احنا عندنا عدد كبير جداً من المكاسب من هذه البطولة سواء تأهلنا لأولمبياد باريس عشرين أربعة وعشرين مباشرة في حالة أكيد يعني حسم اللقب والتأهل مباشرة لهذه المرحلة وأيضاً المكاسب اللي هتكون موجودة لو هنروح بطولة العالم عشرين خمسة وعشرين شايفين منتخبنا ماشي الحقيقة يعني بشكل قوي جداً في كل المباريات اللي خضها فرق سكور ما بين كل يعني كل الفرق اللي قابلهم الحقيقة بداية من غينيا وانتهاء بالكاميرون وأيضاً مروراً بطبعاً الكنغو برازافيل شايفين تنظيم على أعلى مستوى البطولة اللي بدأت يوم سبعتاشر وهتنتهي يوم سبعة وعشرين من يناير الجاري الحقيقة مرحلة هامة جداً تزامناً أيضاً مع كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يعني خلاص احنا دلوقتي دخلين مرحلة هامة جداً سواء هنا أو هنا فيمكن ماشيين بخطة ثابتة سواء في كرة القدم وأيضاً يعني يمكن كرة اليد وعلشان كده دايماً أن احنا بنقول المرحلة اللي جاية مهمة جداً بالنسبة لنا يمكن لو هنتكلم عن منتخب أنجولا الحقيقة أنه هو ما كانش يعني على قدر المستوى خلال البطولة الماضية ولكن بيؤدي بأداء كبير خلال هذه البطولة يعني يمكن شفناه كسب مرتين في مجموعته وهو تاني المجموعة خسر في مطش واحد فقط أمام تونس وزي ما احنا عارفين طبعاً تونس هو أقوى منتخب في هذه البطولة يعني يمكن في السنوات الأخيرة يمكن بيأتي بعد منتخب مصر خاصة في آخر نسختين لأن احنا زي ما احنا عارفين أنه هو الأول بالبطولات بعشر ألقاب وبعد كده بيأتي بعده منتخب مصر بتمن ألقاب دلوقتي هنروح لطبعاً الصالة المغطاة بستاد القاهرة علشان نبدأ يعني أولى هذه المباريات في هذه المرحلة بعد الانتهاء من دور المجموعات مصر وأنجولا في تمام الساعة الخمسة والنصف وبعد كده هنعود لحضراتكم بعد انتهاء الشوت الأول عشان نتكلم ونحلل طبعاً كل الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة فإلى هناك شكراً للمشاهدة